اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة اعرب فيه جلالته عن خالص عزائه ومواساته إلى سموه وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مبتهلا إلى الله جل جلاله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء وأشاد جلالته بمناقب ومآثر الفقيد الراحل مؤكدا أن دولة الكويت والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه فقدت قائدا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم وكان نموذجا للحكمة والإخلاص وستظل أعماله ومنجزاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذا في القيادة والبذل والعطاء كما هنأ جلالة الملك المفدار عه الله خلال الاتصال أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم سائلا المولى تعالى أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لإكمال مسيرة التقدم والنمى لخدمة الكويت وشعبها العزيز وأكدا وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في مثل هذه الظروف وأكد جلالته على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وهي مثال يحتذا في العلاقات بين الأشقاء والتي تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة ووشائج القربة ووحدة الهدف والمصير المشترك وأكدا جلالته التطلع المستمر لتوثيق عرى التعاون الأخوي لما فيه خير البلدين ومصلحة الشعبين الشقيقين متمنيا جلالته لدولة الكويت المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وقد أعرب صاحب السمو شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى على ما عبر عنه من طيب المشاعر الأخوية وصادق الدعاء والمجسد لمدى عمق أواصر الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتمنى لجلالته موفور الصحة والسعادة والعافية ترجمة نانسي قنقر